ازايكم معكم نرمين من قناة افكار حلوة مع نرمين لو اول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة واتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد وتعملوا لايك وشير للفيديو ويلا بينا نشوف هنعمل مع بعض ايه النهار ده خيط الخيش او حبل الخيش اللي هو السميك هنجيب الشمع وفلطرف بتاعه ونبدأ نلفه بالشكل ده كده على شكل دايرة بنلفه على بعضه بالطريقة دي كده طبعا خيط الخيش موجود في الازهر وموجود في ضرب البرابرة الحاجات دي بنشتريها بالكيلو بيبقى سعرها حلو بالنسبة للكمية بتاعتها طبعا بيبقى بالوزن بالكيلو ويعني نقدر نستخدم الحاجات دي نعملها في مشروع اللي حاب بيبدأ مشروع انه يستخدم الحاجات دي ويبقى فاتمنى ان الفيديو يعجبكم وتستفيدوا منه هنبدأ ان احنا هنلف الخيط لفوق بالشكل ده كده نطلع على اول واحدة يعني كتاخر واحدة استخدمناها او وقفنا عندها بنتلع فوقيها بالشكل ده ونزبط الخيط كده او الحبل ده فوقيه كده بالشكل ده بحيث انه يبقى نفس يعني فوق بعض بالزبط ونفضل نلف برضو زي ما عملنا بس بنطلع طبعا لفوق تاني ونفضل نلف بالشكل ده الخيط ده سميك فطبعا احنا يعني بيبقى سهل ان احنا نستخدمه من غير ان احنا نحطه على اه يعني نكون حطين جوه حاجة اه نمشي عليها عشان تدينا شكل دايرة هو بيبقى سهل يعني لان هو مسك نفسه سميك بنعمل المقاس اللي احنا عاوزينه والطول اللي احنا عاوزينه بالشكل ده بعد كده هنعمل الايدين بنحط شامع ونوقفها من ناحية دي وبعد كده نرفحها كده وناخد الجزء التاني نحط الشام ولما نحس ان خلاص نشفت نمشي بالخيط ونعمل الناحية التانية اللي قصدها بنفس الطريقة بالشكل ده كده ودي زي شرشيب كده هزيم بيها الحروف بتاعة الباسكت اللي انا عاملاها بالشكل ده دي كانت شرشيب من سطارة عندي قديمة وبقتش استخدمها فاخدتهم وحطتهم بالشكل ده كده قصتهم وحطتهم عليها بالشكل ده نقدر نحط اي حاجة احنا عاوزينها ونقدر نعمل اي حجم احنا عاوزينه نقدر نعمل حجم كبير عن كده بنفس الفكرة اتمنى ان الفكرة تكون عجبتكم لو عجبتكم ما تنسوش اللايك والشير ولسه في فكرة كمان يلا بينا عشان نشوف هنجيب قرورة مية طبعا انا عاملة الكارتون اللي عليها ده بس عشان القاعدة بتاعتها مش مزبوطة فانا عشان تكون مزبوطة عملت لها الكارتون ده فيعني ما تاخدوش في بالكو المهم هنجيب الكيس ده بلاستيك زي الاكياس الحرارية الكبيرة كده قصتها وعملت المقاس بحيث ان انا اقودها بالشكل ده كده انا مش عاملة القاعدة انا واخد من اول الحرف لحد فوق وسايبها القاعدة المدورة دي لسه هعملها لوحدها هنا انا بلزها في بعض من الجام عشان تمسك على قرورة المية وبعد كده بجيب السلو تيب برضو ولزها من جوه وبعد كده عملت دايرة بمقاس اكبر شوية وهبدأ ان انا ألزق الدايرة دي في الجوانب اللي انا كنت بعملها هنلزق طبعا الدايرة كلها لحد ما نخلصها وتبقى كلها لزقة كويس عشان دي هتكون البطانة بتاعة البسكت اللي احنا هنعملها وبعد كده هجيب خط الخيش ده يعني سمكه ارفع شوية بس ملمسو تحس ان هو مشابه للخوس والخشب اكتر من اللي قابله فهنبدأ ان احنا نلف لحد ما نخلص القاعدة وبعد كده هنلف تاني بقى في الجوانب بحيث ان احنا نفضل نلف لحد ما نكمل الجزء ده كده ونشوف هنعمل ما اسأل دقيق انا خلصت كده واكتفيت هجيب خيط المكرامية باللون الابيض وهبدأ ان انا الف بنفس الطريقة برضو احط الشامع والف كده بطريقة متساوية لحد ما اخليها تبقى نفس الجزء اللي هو اللي تحت يبقى زي اللي فوق بعد كده هشيل السلوتيب واشيل بقى منها القرورة المية وبعد كده اقص بقى اللي هي الكياس اللي هو المبقي من الكيس البلاستيك ده اقصه كده خلاص مش عاوزينه وبعد كده هجيب خيط المكرامية اعمل من كل واحدة يعني هتكون هنضفرها فهتكون كل واحدة كل ناحية اتنين ونلم كل اتنين مع بعض ونضفرهم بالشكل ده طبعا انا البسكت اللي انا عاملاها دي زي ما قلت لكم هي الحاجات دي بتتباع بنفس الطريقة كده في المحلات فهتبقى فكرة المشروع كويس لللي حابب عاوز يعمل مشروع دي كده الايدين هنحط الشامع بالشكل ده كده ونلزأ الايد كويس جدا من كل جنب وبعد كده هنلفها ونلزأ برضو الحتة التانية دي بالشكل ده كده وهنعمل الناحية التانية برضو بنفس الطريقة بعد كده جبت شريط اللولي ده وهنزأ وعلن المكان اللي في النص اللي ما بين الخيش وخيطة المكرامية بالشكل ده كده بعد كده هجيب الكارتونة دي وألف عليها خيط المكرامية وادخل من الجنب ده كده واربطه وبعد كده هقص الجزء اللي من تحت ده طبعا انا بعمل ليه كده بخيط المكرامية لاني ما عنديش الخيط اللي هو بتاع التريكو التريكو هيبقى اسهل واحسن فانا اضطريت ان انا استخدم خيط المكرامية بعد كده بربطها من فوق بالشكل ده كده بحيث ان هي تديني شكل اللي هي الشرشيب دي عملت منهم تلاتة وابدأ ان انا ازيم بيهم البسكت اللي انا عاملاها هلزق واحدة كده هنا الاول وبعد كده هحط التانية فوق شوية بالشكل ده كده والتالتة من الناحية التانية بالشكل ده وده شكلها النهائي ومن جوه زي ما انتم شايفين طبعا هي كده مسكة نفسها وكويسة جدا ومفهاش اي حاجة وبدأ بشوف يعني كتير في المحلات برضو بنفس الطريقة طبعا احنا نقدر نستخدمها في اي حاجة هي متعددة الاستخدامات ونقدر نستخدمها ان احنا ممكن كمشروع ان احنا نبيع الحاجات دي برضو ان شاء الله تكون فكرة مربحة فاتمنى ان الفيديو يكون عجبكم لو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير واللي لسه ما اشتركش في القناة يشترك القناة بتاعتي عن اعادة التدوير واعمال الهاندميد واشوفكم في فيديوهات تانية جديدة ان شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر